اليوم النهاردة ونبدأ به حدثنا النهاردة طبعا أن العشر من رمضان تعني ستة أكتوبة يعني احنا عارفين في 1973 التقى ستة أكتوبة مع عشر رمضان في يوم واحد وذكرى النصر النصر الكبير اللي انت الوقت لما تتابع ما يجري في المنطقة وحاك بتتكلم عن غزة من شوية تدرك معنى النصر الذي حققته الكوات المسلحة معها الشعب المصري في ذلك الوقت وانك انت في النهاية في يوم 25 أبريل 1902 عادت إليك سيناء كاملة ولم يعود لك شبر واحد عند الإسرائيليين وده يحتضحك الاحتفال كل وقت وكل يوم مش بس في التكتوبر ولا عشر رمضان لكن الظريف السنة دي اللي محدش يمكن التفت ليه أو نبه ليه أنه اقتمع 19 مارس مع عشر رمضان دي جديدة 19 مارس اللي هو عادت فيه طابة 19 مارس لون بارح والنهاردة عشر رمضان يعني يومين جيين وربع 19 مارس ده سنة 1989 يعني احنا عارفين تاريخ كلنا بنفتكر يعني سيناء رجعت على مراحل المرحلة الليقولة هي الحرب والنصر الكبير اللي تحقق فيه 73 ثم بقي جزء تحقق بالمفاوضات والسلام تحكيم الدولي وبعد حتى بعد يعني في 25 أبريل 82 رجعت سيناء كلها لكن بقيت نقطة صغيرة لو جبت خريدة هتلاقيها فوق راس الخليج العقبة كده طابة إسرائيل بتقول ده دي عندنا كيلو متر مربع آه حاجة يعني صغيرة لا تكاد تسكر بالنسبة لمساحة مصر لسا انت ما سبتهاش مليون كله آه مليون كله مربع فما بلك بمساحة يعني إسرائيل قالك ده يعني المصريين مش هيناقش كتير في طابة لأنها مساحة صغيرة وإيه بالنسبة لهم يعني لكن مصر تمسكت وفضلنا سبع سنين في الثور يبقى لك بقى أنه التصميم والإصرار الذي كان في عشر رمضان وستة أكتوبر كان موجودا أيضا في موضوع طابة وعدنا من 25 أبريل 1982 اللي هي آخر مرحلة من مراحل عودة السناء إلى 19 مارس 1989 حتى عادت طابة بالتحكيم الدولي وقضى القبائل القانون الدولي بأنه طابة مصرية أنا أممكن يا بسول سليمان تشرفت بلقاء الدكتور صلاح عامر كان أحد أعضاء الوفد وكان يكتب فيتشهاب يعني الحقيقة كان فيه وحكالي عن المفاوضات دي كتير تصور كانت حاجة كده حسك بالفخر يعني قضية بتفاوض فيها وتترافع فيها أمام القضاء الدولي سبع سنوات كاملة وبتحشد لها كل إمكاناتك وكل رجالك من الرجال القانون الدولي والديبلوماسيين سياسية أيضا على أعلى مستوى ولذلك يجب السنة دي نتذكر ده جيدا